الرحمن الرحيم أيها الحفظ الكريم مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازمنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بث مباشر عبر غنات دبي ريسنغ وتابعت ويانا ذل التشواط برفقة زميلي عبد الرحمن أحمد أمين وكان الشوط الأول الرئيسي عذاب للسيد منصور بن سعيد بن منانه السويدي وشوط المهجنات كان من نصيب محاربة للسيد أحمد بن سعيد الرميذي وشوط الجعدان ذهب مع الداودي للسيد محمد بن قحيد المهيري وهي انطلاغة الشوط الرابع والشوط الرابع مخصص للقاية المهجنات الأصائل لأبناء الغبائي المكمل الجولة الأولى لهذا السباق في هذا الصباح نتابع الآن مغدمة هذا الشوط أراب الشار في المركز الأول للسيد سعيد بن مبارك المنصوري وفي المركز الثاني المركز الثاني شاهيل للسيد سلطان بن خليفة بن زاهرة الخيلي وفي المركز الثالث من الجانب الثاني للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي وفي المركز الرابع وبران للسيد سلطان بن خليفة بن زهر الخيلي وفي المركز الخامس مايهاب للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي غير وانتقل إلى مقدمة هذا الشوت وفي المركز السات المركز السات صغان للسيد سعيد بن حميد بن مرخان وفي المركز السابع نشوف نتأخر يا ابو سلطان ناخذ اللي في المركز السابع وفي المركز السابع شاهيل للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي وفي المركز الثامن فواز في المركز الثامن للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي وفي المركز العاشر المركز العاشر من الجانب الثاني من الجانب الثاني أرى الآن السيد محمد بن علي بن يمعة الرميذي هذه النتيجة هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وأرى الآن مايهاب مايهاب بدأ يسيطر على مقدمة هذا الشوط وهو مايهاب من المنافسة ومن التحدي في هذا الشوط مايهاب للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي وفي المركز الثاني المركز الثاني صغان للسيد سعيد بن حميد بن مرخان الاجتبي وفي المركز الثالث المركز الثالث وبران للسيد سلطان بن خليفة بن زهر الخيلي وفي المركز الرابع شاهين في المركز الرابع للسيد أحمد بن خليفة بن شاهين للسيد أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي وفي المركز الخامس المركز الخامس شاهين للسيد سعيد بن محمد بن مروجة وفي المركز السات المركز السات الغزال للسيد سيب بن محمد العميمي وفي المركز السابع المركز السابع الغزال للسيد محمد بن حلي بن يمعة الرميذي وفي المركز الثامن المركز الثامن للسيد محمد بن قحيد المهيري نشوان وفي المركز التاسع المركز التاسع للسيد سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري وفي المركز العاشر المركز العاشر عراء العانلي في المركز العاشر للسيد أحمد بن سعيد الرميذي هذه النتيجة وهذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل مايهاب لا زال مسيطر ما زال مسيطر على مقدمة هذا الشور يبا يهدي الفوز والناموس إلى هالي مرقم يا سلام يا مايهاب ها هو مايهاب تشاهدونه على شاشة التلفزيون للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير اللي اجتبه لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة بدون أي وامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية العناية التامة السيد سالم بن مبارك الزرعي لكن هنا شاهين بدأ يتسلل على حساب مايهابه على حساب الجميع للسيد سعيد بن محمد بن راشد يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط وارلان شاهين للسيد سلطان بن خليفة بن سالمين الحمير يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط بدأ يندفع إلى مقدمة هذا الشوط بدون أي وامر حتى هذه اللحظات لكن رد شاهين لسيد سعيد بن محمد بن مراشد المركز الثالث براق للسيد منصور بن سعيد بن منان السويدي يا سلام المعركة طاحنة المعركة طاحنة بين شاهين وبراق يا سلام لكن شاهين شاهين لا زال مسيطر لا زال أقرب للفوزي والنموس والسلامات يا سلام يا شاهين لسيد سعيد بن محمد بن مراشد وفي المركز الثاني براق وبراق يبرق تحت شعة الشمس للسيد منصور بن سعيد بن منان السويدي والمعركة طاحنة ونحن نغترم المنصة الرئيسية نغترم من خط النهاية بغيادة شاهين للسيد محمد بن سعيد بمراشد لا زال مسيطر وبراق يحاول اللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة شاهين وبراق شاهين وبراق براق وشاهين براق 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 يبرق تحت شعة الشمس ويغير وينتقل إلى المركز الأول تهانين للسيد منصور بن سعيد بن منان السويدي المركز الثاني شاهين للسيد سعيد بن محمد بن مراشد وفي المركز الثالث للسيد سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري المركز الرابع للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاجتبي وفي المركز الخامس للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي التوقيت الزمني ساعة وصول براق إلى خط النهاية خاطع مسافة الأربعة كيلو متر في زمن وقدرة ست دقائق سبع ذواني أربعة أجزاء من الثانية تهانينة للسيد منصور بن سعيد بن منانة السويدي والذي وصل في المركز الثاني كان من نصيب شاهين خاطع مسافة الأربعة كيلو متر في زمن وقدرة ست دقائق سبع ذواني خمس أجزاء من الثانية تهانينة للسيد سعيد بن محمد بن مروجة وفي المركز الثالث شاهين قاطع مسافة الاربعة كيلو متر في زمن وغدر ست دقائق تسح ذواني جزئين من الثانية هنينة للسيد سلطان بن خليفة بن سيد